المتشاط الكاس دائماً أهم حاجة فيها هي أن الواحد يتقاهل هذا المير جمعك في المنشفة في المشتركة قبل المشتركة ويساقل منه في عام 2020 أو في الماتشة وده اللي حققناه وده أنا قدتو اللعيبة من قبل الماتش في المحاضرة قدتوهم مش مهم عنا نتقاهل إمتى عنا نتقاهل في ديئة في تسعين حنا نتقاهل في ديئة مئة وعشرين حنا نتقاهل في الدربات الجزاء مش مشكلة المهم إننا نحن لازم نتقاهل النار دي وعند نتقاهلوا واننا نتقاهلوا حقاً مع المنشفة هل سمعوا أهمي وانتقاهلوا بالدربات الجزاء هذا جهاز كانت متأكد وانتقاه في المحاضرة وعندنا سيحونا نحن لكي كبير في الدربات الجزاء المناث نريده يوجد الكثير من المناث ونا نضيح ونفقنا إنه حاوله وهذا هو هو و خط ما يقول في البساط في التمرير نحاولنا إنه نعب الكرة بتعاتنا ولكن المنافس كان فيها موى مداخر جدا قفل قوائس جدا وراء وقفل عننا المساحات صعب علينا الأمور أنا النهاردة كمان عملت تغييرات في التشكيل وده لأن إحنا داخلين على ضغط الماتشات كتير جداً الفترة اللي جاية وأنا مش عايز أخسر لعيبة فلازم أحافظ عليهم فبدأت في عملية التدوير أنا معدرش أن أنا ألعب كل ماتش مع الضغط الماتشات اللي جاي ألعب بنفس التشكيل كل مبارا فمهم جداً فكرة التدوير عندي وانا بدأت دامن فكرة التدوير بدأتها من أول النهاردة والحمد لله أننا في الآخر كسبنا وعدنا المرحلة الجاية في البطولة وده أهم حاجة كمان إحنا عندنا كان في لعيبة مصابة برجحها بالتدريج ما برجعوش مرة واحدة هذا كسب تغيرات لتغير مختارة وانا بطماننة طوان أن كل الأصابات تنتهي لأيب كل ماتش مع الضغط الموضوع لتعاقب برجحها بالتعاب من أحدث ما هي الاستثمات التي كانت هذه الفيديوية التي لم يتفيد تفيدها كما أحياناً في المعارضة التعليمات التي يتفيدها في الارضة كما أحياناً من البداية ومعالت إليه في التعليمات التي تفيدها لنفسها مع المعارضة بأس المعارضة وانتظم الثالثة لأن أقرام كانت طبعاً لما الواحد يأخذ أربع أسابيع ما يلعبش أربع أسابيع راحة بتحتاج وقت عشان الواحد يدخل في رتم المتشاط تاني ورتم الفرقة يبدأ يرجع زي ما احنا نهينا وانا مبسوط اني ده حصل ومبسوط من التوقف ومبسوط ان المتش مش بالشكل ده عشان اللعيبة كمان تعرف ان الكرة بتاعتنا لما بتتنفس ما بتتعملش الامور بتصعب عليهم فده درسي ليهم ودرس للناسنا تعرف عشان نلعب كورتنا النتيجة هاتي بساي أقرام كان قاتلو إصابة رباط صليبي أول السنة وهو رجع بسرعة جداً رجع بعد ست شهور ونوص بس دي فترة قياسية وانا مبسوط بس دي فترة قياسية وانا بدأ معنا يلعب كل المتشاط وانا رايح المنتخب بردو لعب أساسي ماتش كامل وانا مكوتش عايز أخود الرسك اننا أغامر بين هو إتصاب أو أي حاجة هو جاهز وهيبق معنا يوم الجمعة بس أنا بعد إصابة صعبة في الرجبة زي إصابة اللي هو كتعنده وتلعب ماتشاط كتير وراء بعض بيبقى عرضة أن انت ممكن تتصاب إصابات عضلية فأنا لازم كنت رايحه فأنا حميته وفكرت في اللاعب أكتر ما فكرت في نفسي وانا رايح اللاعب وهو من يوم الجمعة يبقى معنا عادي لكن هو جاهز بس انا في إصابات دي بالذات لازم اننا مع ضغط الماتشاط اللي احنا داخلين عليه كمان أصبعوت الريسيين لازم براحي الفترة الرحاط للاعب أغني أغني أغراء لكي للسيغ هذا السيديو المهمة من الأنقال في الهتبار الكبير، السيديو المهمة من الأنقال ببعض الأنقال، ويسألتها ليس في وضع مناسبة، ويسألتها بعد هذا السيديو. الأول جنواني هو شيء مجال التنötد هو السؤول الان في الملاحقة وفي الملاحقة حاليا . . . . كان لدينا أعطب السابق بقوضة المتارب المتاربة لدينا أيضا واسعة أعطب المتاربات سابق بقوضة العام وان البرسيواني لن تتعب في المنزل. لذلك كانت لا توجد في المنزل في المنزل في المنزل. ويسألت في المنزل صحيحة في القرابة. كيف حدث عنه ، كيف تتعب في القرابة؟ لقد أتعب بأنك ستعب فيه وصفه. كيف تتعب في القرابة؟ هو طبعا عادة اما او عاماتا لما يبقى بتلعب فرقة بتدافع بعشرة واقفين في الثمنتاشر او في المنطقة الخلفية تبقى الامور صعبة وده بي صعب على اي مهاجم وده الهدف بتاعنا ان انت بتجيب جون مع فرقة زي دي في الاول مع فرص كتلازم تخش المطش بيتسهل عليك لان الفرقة بتبدأ انها عايزة تهاجم بتفك دفعاتها شوية فالمطش بيسهل احنا ضيعنا التلات فرص اللي المفروض هم المفتاح للمباراة فالمطش بدأ يبقى اصعب احنا بس احنا كمان شايفين في مطشات كاس العالم الفرقة اللي بتلعب بالطريقة الدفاعية المضغوطة اللي مساحات فيها ديئة المطشات بتطلع بالنتيجة قليلة لان طول ما انت بتدفع بالشكل ده بيقى فيه صعوبات لو انت ما جبتش جون بدري المطش لازم حتصعب عليك هي دايما مفتاح المطشات دي هي الجون اللي بدري اللي بيفتح لك المطش عون المفروض الى اليمنون باستخدار كمان تلعب بالطريقة اللي بزيق أعطيق للمسيق ومعها في المفرق الأفريق في المفرق الأفريق ومعها في المقال ومعه في الكثير من المفرق الأخير يمكن أن يكون أن يكون مرحباً através المطاقبل من هذه الأشياء. سأتقى، وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي سيئny. سيئي ذلك تغبير مع شهور غير رجال استعادن، سيئي ذلك نوع من المزار من المنفارير وظيئي. سيئي ذلك نوع من المزاريع العام، سيئي ذلك تماما، تمامايا رجال في المنفارين. محافظون جميع الأسفرين إليه سنطنع المعورة السحر من النتائج قبل أن نحو اللعامة نحن تجربنا و نشوف كل حالاتك فنحن محا دائما كبيرا فيها لعيب كبيرة و لعيب كوية وأنا دايما الفكرة الأساسية اللي بقى حاطتها دايما في دماغي أنا ما بجيبش لعيبة وخلاص أنا لازم أكون بجيب لعب يكون أفضل من اللي عندي فأنا لازم أشوف حد يزودني مش كمالة عدد وخلاص أو صفقة والسلام إلا اللاعبية الصغيرة دي اللي أنا ممكن أن أنا ببقى شايف لعيب أنه عنده موهبة عنده حاجة قادر أن أنا أجيبه يلعب معنا أجهزه أبدأ أن أنا أشتغل معاه عشانه يتطور لكن denحيز أحيزه يجدد من اللطف Paper لأزم يتطورين مش بيب لعيبة وخلاص معك فتر يجب Moi صراحه أنا أش Exodus هذا المسألة في الأسفل. العديد من أن رامي وربحهم أيضا. ومعنا بأن رامي وربحهم الأسفل فيها في الوقت الماضي. ومن ثم أشهد أن رامي وربحهم هني وراته وقليل وكاريم كهي في الأسفل أسفل أنه كان هذا المساعد لكي أفعاد إذا كان هذا المساعد لكي تحدثت أنك أفضل المساعدة يجب أن يفعل من أفضل المساعدة ويحاق الشحاد والحسين العسان للسحول البطاري اشتركوا فيه دي الحاجة الوحيدة اللي مثلا ناقص دقتين ممكن افكر في حاجة ازاي او الطريقة دي لكن لكن انا ببدأ الشوت التالت في مثلا حد اصاب حد عنده اصاب عضلية او حاجة مش هغير واحد واحط واحد في مركز غلط عشان خاطر انا بفكر في ضربات الجزاء انا بفكر ان انا خلص الماتش في وقته واحنا بنتمرع ضربات الجزاء في التمرين وانا كان عندي احساس بالثقة في كل اللعيبة اللي شاطت واللي كمان كانوا لسا هيشوته بالنسبة للشغل الجزء الاولاني من السؤال في الماتش الجاي لو انا متردد في حاجة زي كده انا هطة اتصل بحضرتك تقول لي التشكيل والزمك بيه قدام الناس لو في اي حاجة انت المسؤول تقول لي ان تبقى انت تضامن لي ان التشكيل ده هو الصح دايما بعض الماتش كله بيخبره بيعرف ايه الصح ويقول لا 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 لازمنا دا او هنا الا حتى باء احسن بالنسبة لتقول لتقول كريم هت شخصت انت موضوع ما في المتج ؟ فقيتوا مطشين وبعدين في التمرين قتلوا إصابة في الضلوع في التمرين وقعد فترة ما بيتمرنش بسبب الإصابة دي فما كانتش قعد فترة ما بيتمرنش صح معنا كويس فما كانش عنده فترة يتمرن نفس التمرين اللي شافه حتى الناس تانيين بحيث أنه يأخذ الرتم بتاعنا يأخذ أفكاري يقدر يطبقها كان راميو نقصه شوية بسبب الإصابات وبسبب الإقاف الحصر في أول موسم غير كده ده كان السبب فترة ما بيتمرنش بحيث أنه يكون جدًّا كمدربين الحمد لله نحن نشوف اللعيبة كل يوم في التمرين فبتقدر نحكم لكن إنتوا يعيني الناس اللي برا ما بتشوفش كل حاجة في التمرين فبتقدرنا أحكامها تبقى مختلفة شوية فترة ما بتسألش حاجة في التمرين كثيرًاч لا استوال شعور مختلفة شعور الناس التحسين ولكننا نعلم عنه بشكل أكبر كنت تعرفين أن كريمة يلعب شغل باكراي وفقاً أكتشفت أنه يمكن أن يلعب في مركز ثاني نحن لعب كثيراً في مركز تسعة وهو مركز المهاجم أن هناك شريف، شادي، بيرسي أيضاً يمكن أن نلعب في مهاجم صريح وأنا جربته في المركز ده في التمرين كثير وبصراحة في التمرين بي